ترجمة نانسي قنقر استعدوا سيتم الإفراج عنكم الحكومة المصرية أرسلت مندوب الفيديا صدق بالله أنا مش عايزة أمشي من هنا ومين سامع؟ تعالوا معي علشان تقابلوا المنتوب ويتم التسليم سبب يا الله مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن أنا مش متصور إن الحكومة المصرية تهتم وتسأل علينا كده لو إيه؟ بعد تالي كمان بهجت عبدالعزيز أنا ما كنتش حاسس إن إحنا عزاز على مصر بالطريقة دي إزاك بهجت؟ أنا مش بهجت يا سيادة العميد شوفت بدأ ما عارف عميد وعارف إن أنا خرجت عميد تبقى أنت بهجت على مهم مش مهم المهم إن كنت مصري أه المهم إن أنا مصري أنا العقيد فؤاد الضوي فؤاد الضوي فؤاد الضوي يا راجل ده أنا عارف دفعتك كلها لو كنت يعني إنت ناسي وفكرك أه؟ إشامي الشلقاني وعبدالعزي حلمي وعز الدين إمام وعادل العسيلي أه؟ وطبعا فاكر اللي هو حسده وفيه ده اللي مرة قدر الدفعة بتاعيكم كلها هاو ما علي اللي هو حسين توفيق ده كان راجل عنيد أوي ها؟ بس كان طيب هو كان ده مخفيف الحقيقة يا سلام على اللي هو حسين توفيق ده كان من أبطال حرب أكتوبر العظام الراجل ده عمل عميل شيب اليهود شيبهم الله أرحمه أعتقد إن إحنا الراجل ده يستحق مننا اللي إحنا نقرأ الفتحة على روحه آمين رشادة الناس دول مش مصريين دول مساد إسرائيلي شوفت؟ هم دول المساد يتخطوا حدودهم ويطمعوا في حدودك أنت والبجاة هيرفع في وشك السلاح يقل زهبتك ودم أهلك وناسك ورجالتك نزلوا سلاكم في إيه يا نجي شوف إحنا هندفع لك فيه وما دمى المصريين هيدفعوا أكتر ده إذا المصريين دفعوا أصلا هتدفعوا تحت تهديد السلاح نزلوا سلاكم ما أعتقدش هيفيدوك في حاجة اللي هتفيدك هي الفلوس اللي خطفتهم عشانها فلوس الدينة كلها ما سويش إن كنت ترفع السلاح في وشهم في إيه يا نجي شوف نهن لا نسحى إلى المال إنما لنا قضية نريد أن يعرفها العالم كله وإحنا منعرفها كويش بس ما تعرفوش الكرامة نعم مثل ما قال أنتم لا تعرفون الكرامة إلا الكرامة إلا الكرامة إلا الكرامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر